اشتركوا في القناة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى مئة وتسعين الف واربعمائة وستة عشر حالة في المغرب ووفق المصدر ذاته فان عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبيتهم متحاليل المختبرية قد بلغ مليونين وتسعمائة وثلاثة وستين الف وخمسة وخمسين منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في اثنين مارس الماضي وافادت المعطيات الرسمية بان الفترة نفس عرف التجليل تلاتة وسبعين وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات الى ثلاثة آلاف ومائتين وخمسة حالات وتم تأكد من الفين وستمائة واربعة وتسعين حالة شفاء اضافية لترتفع الحصيل الاجمالي لتعافي الى مائة وسبعة وخمسين الف ومائة وخمسة وسبعين وجاء توزيع الاصابات حسب الجيات على الشكل التالي جيات الضاربيض أسطات الف وستمائة وثلاثة وسبعين الرباط سل القنيطر خمسمائة جيات الشرق ثلاثمائة وسبعة واربعين سوس ماسة مائتين وخمسة وتسعين طنجة طوان الحسيم ثلاثمائة وتسع وتلاتين بني ملا الخنفر مائتين وعش مراكوش أسفي مائة واثنين واربعين فاس مكناس واحد وتسعين درعة فلال 78 جيات العيون السقي الحمراء 62 قلمي موادن وثلاثين وجيات الدخل ودذام 18 حالة وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذت السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية شكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته